اشتركوا في القناة هنا المقدمة والصدارة في هذا الشوت عدالة تأتينا على صدارة وعلى المركز الاول هنا ايضا بهذا الانطلاق منهجنا العاصفة بقيادة حمد براشد بن حمد بن اغدير شواهين على المركز الثاني والمركز الثالث بلسم منهجنا العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن اغدير بينما المركز الرابع الشايبة منهجنا الرئاسة بقيادة احمد بن مطر بن مايد الخيلي من تنطلق على المركز هنا ايضا الرابع وفي المركز الخامس تأتينا هنا دمعة لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم احمد بن سلطان بن رشيد السويدي في التضمير وعلى المركز السادس تنطلق هنا بشاير على المركز السادس منهجنا العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن اغدير بهذا الاداة الجميل وعلى المركز السابع المركز السابع مياسة هنا منهجنا العاصفة ايضا مع الوافق حمد بن راهد بن حمد بن اغدير وفي المركز الثامن المركز الثامن والانطلاق هنا والتحدي بهذا الاداة الجميل في هذه المسيرة الشاهينية سمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوم حمد بن علي العويسي في التضمير والشاهينية تأتينا هنا على المركز التاسع بهذا الانطلاق هنا لسمو الشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم سيب بن مبارك بن اغدير في التضمير وعلى المركز العاشر الشاهينية لسمو الشيخ زايد بن محمد بن بطيعال حمد احمد بن سعيد بن بروك الحميري في التضمير هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى في هذا الانطلاق الجميل والتحدي والعثارة مشاهدين ومتابعين الكرام لنا عودة إلى صدارة لنا عودة إلى المقدمة إلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط في هذا الانطلاق الجميل والتحدي هناك المقدمة والمركز الأول عدالتنا على صدارة على المقدمة وشواهين على المركز الثاني الهنتين ملك هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بنغدير المنطلق على صدارة مع الهنتين على مقدمة هذا الشوط الشايبة في المركز هنا الثالث من هجن الرئاسة بقيادة احمد بن مطر بن مايد الخيري المنطلق والمتحد في هذا الاداة على المركز الثالث المركز الرابع بلسم من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بنغدير الوصول هنا من بشائر ومياسة ايضا قادمات من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بنغدير وعلى المركز السابع دمعة تأتينا هنا تمشق حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة احمد بن سطان بن رشيد السويدي الخطير متواجد مع دمعة بهذا الانطلاق الجميل والتحدي ثامن المراقز هناك الشاهينية لثموشيخ زايد بن المرب مكتوم المكتوم مع هنا ايضا حمد بن علي لعويسي على المركز هنا ايضا الثامن وفي المركز التاسع الشاهينية لثموشيخ احمد بن سعيد بن مكتوم المكتوم مع ايضا سيب بن مبارك بن غويس والمركز العاشر الشاهينية لثموشيخ زايد بن محمد بن بطيئة الحامد واحمد بن سعيد بن بروك في التضمير هذه هي العشرة المراكز الاولى بهذا الانطلاق الجميل والتحدي والاثارة نعود مشاهدين الكرام نعود الى صدارة هذا الشوت نعود الى المقدمة والى المركز الاول هو الصدارة هنا والمقدمة والمركز الاول بهذا الانطلاق الجميل يا سلام هنا تحدي ثلاثي جميل تحدي ثلاثي بين عدالة وايضا هناك بشاير وايضا المنطلق الشايبة الشايبة هناك شوهين عفوا والشايبة ثلاثية جميلة ثلاثية جميلة وارى الانطلاق الانطلاق من الشايبة في هذه اللحظات على الصدارة وعلى المركز الاول من هجن الرئاسة بقيادة احمد بن مطر بن مايد لخيلي وتأتينا شوهين على المركز الثاني هنا لهجن العاصفة محمد بن راشد بن حمد من غدير ومن الجانب الاخر هناك عدالة المنطلقة ايضا هنا لهجن العاصفة قيادة احمد بن راشد بن حمد بن غدير وعلى المركز الرابع وصلت دمعة دمعة على المركز الرابع هنا المنطلقة بهذا الاداء الجميل اسم وشك حمدان بن راشد بن سعد المكتوم ما احمد بن سلطان بن رشيد في التضمير والقادمة بشاير هنا ايضا والمنطلقة من هجن العاصفة بقيادة احمد بن راشد بن حمد بن غدير والقادمة مياسة على المركز هنا السادس من هيقنا العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير في هذه السداسية الجميلة وبقيادة هناك الشايبة المنطلقة على صدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوط انطلقت هناك الشايبة بصدارة هذا الشوط وبالمقدمة وبالمركز الاول الشايبة من هيقنا الرئاسة بقيادتنا ايضا احمد بن مطر بن مايد لخيلي المنطلق الفيلسوف مع الكيلو متر الاخير على صدارة على المقدمة وعلى المركز الاول وصدارة هذا الشوف انطلقت الشايبة بالمقدمة وبالمركز الاول تعلن الفوذ والنموس هنا القادمة ايضا بهذا الاداء بشاير بشاير على المركز الثاني هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير وهنا على المركز الثالث القادم من ياسف ايضا من هجن العاصفة مع الوافق حمد بن راهد بن حمد بن غدير هناك اذا الشايبة هي صاحبة الفوذ صاحبة الناموس شاهدونها على الصدارة على المركز الاول تنطلق بصدارة هذا الشوف تهانينا تهانينا لهجن الرئاسة هنا بهذا الانطلاق الجميل هو التحدي والاثارة تهانينا لمقام سيدي صاحب السمو شخليفة بن زايد الانهيان رئيس الدولة على هذا الفوذ الجميل هنا ايضا للشايبة في الصدارة وفي المركز الاول تهانينا ايضا للفلسوف احمد بن مطار بن مايد لخيلي وها هي لحظة وصولها الى قط النهاية معلنها الفوذ معلنها الناموس هنا بدون اي منافس على الاطلاق بادائها الجميل المركز الثاني بشاير القادمة هنا لهجن العاصفة وعلى المركز الثالث مياسة ايضا من هجن العاصفة من تصل على المركز الثالث المركز الرابع دمعة سمشق عمدان بن راشد بن سعيد المكتوم اما على المركز الخامس فوصلت هنا ايضا شواهين على المركز الخامس لهجن العاصفة والتوقيت الزمني الذي سجل بهذا الاداء الجميل هنا ايضا ولحظة وصول الشايبة الى قط النهاية معلنها الفوذ معلنها الناموس معلنها التحدي بتسع دقائق هنا ايضا 14 ثانية 15 جزء من الثانية تهانينا والناموس لهجن الرئاسة وتهانينا لاحمد بن مطر بن مايد لخيولي على هذا الانطلاق المميز بينما المركز الثاني كانت هناك بشاير من هجن العاصفة بقيادة الوافق حمد بن راهد بن حمد بن غبير تسع دقائق 23 ثانية هنا وسبعا من الاجزاء من الثانية هو توقيت زماني تهانينا الواثق حمد بن راشد بن حمد بن غبير بينما المركز الثالث كان من نصيب نياشة ايضا من وصلت من هجن العاصفة تسع دقائق 25 ثانية اربع من الاجزاء من الثانية تهانينا تهانينا لحمد بن راشد بن حمد بن غبير في هذا الانطلاق الجميل تهانينا ونموس نتواصل المشاهدين الكرام من هنا من تحفة الميادين بانطلاق شوطنا الرابع عشر شوط الختام اشتركوا في القناة